اشتركوا في القناة بتدي شكل حلو جدا في المربع وكمان خروج عن الشكل التقليدي للمربع الجراني انا محتاجة استخدم لونين على الاقل في المربع ده اللونين اللي انا باستخدمهم في واحد منهم جانجو والتاني يا سيدا تقدروا تستخدموا اي لونين انا مستخدمها خيوط كوتون جولد بس انا مستخدمها الخيوط اللي هي الستوك مش الخيوط الستاندر هو ايه الفرق ما بين الخيوط الاليزا كوتون جولد الستاندر او الستوك بالنسبة لي الستاندر بتكون التكت بتاعها كده مكتوب عليه اليزا كوتون جولد وبيبقى كمان على التكت بتاعها رقم اللون بتاعها الكالر لون رقمه مثلا هنا 149 انما الستوكات بتبقى نفس الفتلة بالضبط لكن ما بتبقاش عليها تكت نفسه بتبقى عليها تكت تاني غالبا بيكون لندن باريس او اي تكت تاني الفكرة في الستوك ان هو بيكون نفس الشركة المصنعة للستاندر لكن الشلة بتبقى مش مطابقة لمواصفات ممكن الشلة يبقى فيها مثلا وصولات في الداخل ممكن تبقى الشلة مش بالضبط 100 جرام الحاجة الوحشة بس اللي فيها ان انت ما تقدريش تعملي كمالة للخيد يعني لو بشتغل بروجيكت مثلا بلون من اليزا كوتون جولد وويف ميني او خلس ميني اقدر ان انا اروح اشتري بنفس الرقم ده اروح اشتري كمالة للخيد انما ده صعب جدا تعرفوا درجة اللون والرقمها كان بالضبط ايلا لو كانت يعني اخدتوا فتلة وروحتوا بقى دورتوا بنفسكم لكن كجودة الخيط الخيط هو هو بالضبط نفس جودة الستاندر فلو انتوا رحتوا محل عامل استوكات او عنده استوكات ولاقيتوا فتلة الكوتون جولد وهي فتلة مميزة جدا اشتروا على طول لانه فارق السعر بيكون بيكون كبير طيب يلا بنا نبتدي نشوف المربع بتاعنا مربع الجراني اللي احنا هنبتدي نعدل فيه شوية هيبقى شكله ازاي الاول كده انا هبتدي بالخيط اللي هو الملون وهي دايما لما اجي اتكلم هتكلم انه هو خيط الغامق وده الخيط الفاتحة تمام انا هبتدي بالخيط الملون وهبتدي اعمل اللي هو دايرة السحرية اللي بحط الخيط كده على ايدي وبلفت هنا كراس وهنا بيكونوا برر البعض بدخل الابرة تحت اول واحدة واخد تاني فتلة وبعد كده بشتغل جوا الدايرة اللي تكونت هنا وقدر اصغرها من الخيط القصير جوا بقى الفراغ دا او اللي هي الدايرة السحرية ببتدي اشتغل سلسلتين ومجرد بعتبرهم مجرد ارتفاع ما بعتبرهمش كعمود معي اللي مش بيعرف يعمل غرزة البداية السحرية يقدر يشتغل مثلا اربع سلاسل او خمس سلاسل ويقفلهم بمنزلقة ويكمل التوتوريات بتاعنا من اول هنا هبتدي بقى اخد فتلة على الابرة وابتدي اشتغل اول غرزة عمود بلفة جوا فراغ الدايرة السحرية لفت الخيط على الابرة بدخل جوا الفراغ باخد خيط واطلع بعد كده عندي ثلاث فتلات على الابرة باخد خيط واطلع من اتنين باخد خيط واطلع من اتنين دي اول غرزة عمود بلفة برجع تاني الف الخيط على الابرة وادخل في نفس الفراغ اخد خيط واطلع واطلع من اتنين واطلع من اتنين وكمان واحدة كمان يبقى انا كده طلعت بسلسلتين وتجهلتهم اعتبرتهمش اي حاجة وبعدين عملت ثلاثة غرزة عمود بلفة بعدين هعمل غرزة سلسلة واحدة بس اللي هي هتكون الزاوية بتاعتي جوا نفس الفراغ هرجع تاني اعمل 3 عمود بلفة ادي كده 1 ادي كده 2 ادي كده 3 وعمل سلسلة جوا نفس الفراغ هعمل 3 عمود بلفة تاني 1 2 3 واعمل سلسلة وجهة نفس الفراغ هعمل تلاتة عمود بلفة للمرة الرابعة واحد اتنين تلاتة واعمل سلسلة انا كده خلصت اول سطر هبتدي اشد غرزة البداية السحرية بتاعتي واقفلها خاص بعدين هبتدي ادخل فراث اول غرزة عمود بلفة اهي وقفل فيها بمنزلق ده كده اول سطر احنا كنا عملنا مربع جلاني العادي خالص في فيديو قبل كده هحطلكوا اللينك بتاعه في الوصف بتاع الفيديو ده ده بالضبط هو نفس الطريقة بس احنا بنشتغل بفتلتين مع بعض نسيب واحدة ونشتغل بالتانية زي فكرة التباثري فبنعمل ايه بنغير الالوان في نفس السطر فيدينا شكل مختلف للمربع طيب انا دلوقتي السطر الجديد عايزة ابتدي السطر الجديد بس السطر الجديد بتاعي هبتدي هنا في اول غرزة اه اه في اول كورنر في اول فراغ مكوناه الغرزة السلسلة دي فعشان اوصله لازم ادخل واعمل غرز منزلقة في الغرز اللي هتقابلني انا عندي انا افلة في اول واحدة هدخل في تاني واحدة واعمل منزلقة وادخل في تالت واحدة وعمل منزلقة وادخل بقى جوه فراغ السلسلة وعمل منزلقة بس مش هسحب من نفس لون الخيط انا هسحب من اللون الجديد هبتدي اخب بقى اللون الفاتح اهو وبدل ما اصحب من الغامق هسحب من الفاتح وبرضو هعمل منزلقة في السطر ده انا هسيب كل الفتلات وراء الشغل ومش ههتم بيها ومش همشيها معايا في السطر ده يعني انا سايب الفتلة الغامقة سايباها في مكانها مطرح ما انا وقفت وابتدي اشتغل بالفتحة بس والغامقة مش همشيها معايا في الشغل هرجع لها تاني يعني في السطر اللي جاي ده السطر رقم اتنين مش هغاير اللون طبعا هعمل ايه هرتفع بتلت سلاسل والمرة دي هعتبرهم اول غرزة عمود بلف في نفس الفراغ هبتدي ادخل اعمل عمودين كمان عشان يبقى توتل تلاتة عمودة بلف وبعدين هعمل فراغ سلسلة وبعدين هعمل في نفس الفراغ كمان تلاتة عمود بلف يبقى بعد كده اي كورنر هقابلني هياخد تلاتة عمود بلف سلسلة تلاتة عمود بلف هبتدي ادخل جوه فراغ السلسلة التاني يعني هتجاهل التلاتة عمودة دول وعلى طول هدخل جوه فراغ السلسلة التاني وعمل برضو زاوية جديدة اللي هي عبارة عن تلاتة عمودة بلف سلسلة تلاتة عمودة بلف وتجاهل التلاتة اللي بعدهم وادخل في الزاوية التالتة وعمل برضو زاوية جديدة تلاتة عمود بلف سلسلة تلاتة عمود بلف هتجهل التلاتة اللي عليهم الدور دقول وادخل في الزاوية الاخيرة وعمل برضو زاوية جديدة تلاتة عمود بلفا. لغاية دلوقتي انا بالضبط ماشية زي ما بعمل اي آآ مربع جراني عادي. بنفس الطريقة بالضبط. المرة دي هاقفل فين? هاقفل في السلسلة التالتة من التلاتة سلاسل اللي انا كنت عاملة بهم غرز الارتفاع اللي هو ان هو هيتحسب المرة دي معنا في العدد. فانا هعمل واحد ادي كده اتنين وادي كده رقم تلاتة. التالتة دي مش هاخد فتلة واحدة منها هياخد منها فتلتين تحت الابرة عشان ما توسعش مني. وهعمل منزلقة. وبنفس الطريقة انا عايزة السطر الجديد يبتدي في فراغ السلسلة اللي هنا. فعشان اوصل لفراغ السلسلة اللي هنا انا مضطرة نعمل منزلقة حوالين او في التاني غرزة اهي. وتالت غرزة اهي. ودلوقتي هبتدي ادخل هنا اعمل منزلقة. بس المرة دي مش هنزلق باللون الفاتح. انا هسيب اللون الفاتح على جنب. وارجع تاني اقفل بمنزلقة باللون الغمق. كده خلصت السطر التاني. دلوقتي بقى انا في السطر السطور الجاية كلها انا هشتغل بالفتلتين مع بعض. انا عندي الفتلة الفتحة هي على اليمين والفتلة الغمقة على الشمال. السطر ده ابتديه بالفتلة الغمقة. يبقى الفتلة الفتحة بتاعتي تبقى تحت الشغل بتاعي. شايفين? انا اخدها تحت الشغل. وابتدي اشتغل بالغمقة. وكالعادة انا هنا في الكورنر يبقى هاقفت ادخل وات اعمل كورنر جديد او زاوية جديدة. ارتفعت بتلت سلاسل واعتبرت اول تلت سلاسل دول هما اول عمود بلفة. واعمل جنبهم كمان اتنين عمود بلفة. يبقى كده تلاتة عمود بلفة. ويسلسلة وبعد كده تلاتة عمود بلفة. ادي كده رقم واحد. ادي كده رقم اتنين. ورقم تلاتة انا مش هقفله كله. يعني هاخد لفة على الابرة. هدخل هاخد خيط واطلع. اطلع من اتنين. واثيب اخر اتنين على الابرة مفتوحين. والمرة دي بقى هبتدي اغير اللون بتاعي. ادي الازرق او اللي هو الغامن. هاثيبه الفتلتين اللي بقين معي. كده انا هبتدي اشتغل باللون الفاتح. والغامق هحطه ورا الشغل بتاعي. يعني هحطه واشتغل فوقي. هشتغل هنا تلاتة عمود بلفة في الفراغ ده. باللون الفاتح. ادي واحد. اتنين. والعمود التالت برضو مش هقفله كله. هبتدي اعمل كده. واطلع من اتنين بس. واسيب الاتنين الاخرانين على اه الابرة. واسيب الفاتح تاني ورا الشغل. وارجع اقفل باللون الغامن. وكده ده دور ان انا اشتغل باللون الغامن. خلي بالكوا الفاتح هاخده معي ورا الشغل. يعني انا دلوقتي هشتغل فين في الكورنر? فالفاتح هيبقى تحت الشغل بتاعي. تمام? وابتدي اتعمل زاوية جديدة باللون الغامن. ادي كده واحد اتنين تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة. والتالتة زي ما قلنا مش بنقفلها كلها. يعني بنقفل اول اتنين بس. واحط الازرق قدامي. واقفل باللبيض. شايفين اللبيض لما مشي اه اه او الفاتح لما مشي تحت الزاوية لقيته لما احتاجته على طول اهو. انا محتاجة هقفل بيه على طول اهو العمود التالت بتاع الزاوية. اهو قفلته وهشتغل بيه. فياخد الازرق كده ورا الشغل بتاعي. وابتدي اعمل في المكان ده بالابيض. واحد اتنين. والتالتة برضو مش هقفلها كلها. واسيب الخيط الابيض. واقفل بالخيط الغامق. وبعدين هرجع تاني لوقتي اشتغل بالغامق. بس الفاتح هيمشي معايا ورا الشغل. يعني الفاتح اهو مع الزاوية. هبتدي اعمل زاوية جديدة. واحد اتنين تلاتة. سلسلة. واحد اتنين. والتالتة مش هقفلها كلها. هسيب الغامق هنا. واقفل بالفاتح. وارجع اكمل بالفاتح والغامق ماشي معايا ورا الشغل او تحت الشغل. اخر حاجة خالص. التلاتة اللي كانوا هنا. انا هفجع تاني في التلاتة دول اقفل بالزرق. ليه? عشان انا لازم اعمل منزلقة واقفل السطر بالزرق. ما يفعش اقفله بالفاتح عشان هيبان هنا. فهرجع تاني اقفله بالغامق بالطريقة دي. والفاتح معايا اهو. مش هسيبه. لان انا لو سبته هنا. وانا عايز ارجع تاني ابتدي شغلي هنا. فالتاني هيتشد من ورا الشغل هيبين خالص. فاي برضو الفاتح هاخده معايا. هقفل الاول بمنزلقة هنا. باللون الغامن. في السلسلة الاخيرة في الثلاث سلاسل. وبعدين بقى هسحب معايا الفاتح. اهو الفاتح. بصوا كويس بقى انا هقفل بمنزلقات بتاعتي ازاي عشان اوصل للكورنر. بصوا بقى عشان اوصل اه للكورنر هنا والفاتح يمشي ورايا. يبقى لازم الفاتح بتاعي ده يعدي على غرز المنزلقة اللي انا بعملها. انا بعمل غرزتين منزلقة هنا. ففاول مرة هيعمل غرزة المنزلقة هاخده فوق الشغل. انا دخلت في راز العمود التاني. تمام? هقوم احط هحطه الفاتح فوق الشغل. وبعدين هعمل منزلقة. طيب. والمنزلقة التانية اللي هي في اللي قبل على طول. الغرزة اللي قبل على طول. لأ. هنزله تحت الشغل. يعني مش هاخده. بصوا هنزله كده. وبعد كده ايه خد واقفل بمنزلقة. نيجي بقى دلوقتي على دور الكورنر. الكورنر بقى هدخل اخده هو واقفل بيه بمنزلقة. او واطلع بيه بمنزلقة. كده انا طلعت بيه وبصوا من ورا. واخداف الشغل بتاعي. فايه مش باين ان هو مشدود من بعيد كده. آآ برا الشغل. لا. هو دخل جوه الشغل بتاعي. طيب. بعدين بقى هرتفع دلوقتي بالفاتح. يعني الغامي اثيبه كده. هرتفع دلوقتي بالفاتح. وابتدي اشتغل السطر الكام بقى المرادي الرابع. هبتدي السطر الرابع بالتلات سلاسل من الغرزة او اللون الفاتح. خلي بالكو المربع ده. آآ دايما الكورنر كل مرة يتغيرهم. طيب. انا هشتغل فوق الازرق. ادي كده تلاتة. وهعمل معاهم كمان اتنين. عشان يبقى توتل تلاتة اعمدة. خلاص وبعدين سلسلة وفي نفس برضو المكان هعمل تلاتة اعمدة تانين. والعمود التالت مش هنقفله كله. خلاص. احنا فهمنا. وبعدين العمود التالت مش هنقفله كله. هنعمل ايه? شايفين? الابيض هيبعد كده. ونقفل بالازرق. وبعدين هنكمل شغل بالازرق بس اللابيض ورانا. وراء الشغل اهو. حلو? حلو. هنبتدي بقى شغل بالازرق في الجزء ده. هبتدي اعمل واحد. اتنين. تلاتة. تلاتة كاملين. ماشي? يعني انا مش هغير اللون هنا. لأ مش هغير اللون هنا. تمام? بعد كده الابيض معايا. اهو. برضو هاخده. وفي نفس الفراغ ده هعمل برضو بالازرق. بس المرة دي التالتة هغير فيها اللون. الازرق قدام. واقفل بالفاتح كده. وارجع اخد الازرق وراء الشغل. واعمل كورنر جديد بالفاتح. تلاتة سلسلة. واحد. اتنين. تلاتة والتالتة ما بقفلهاش. بسيب اللا بيض كده على جنب. واخد اقفل بالازرق. وارجع تاني. اشتغل بالازرق واللا بيض وراء الشغل. والمراضي الفراغين هشتغلهم ازرق. يبقى اول جراني هعملها كلها كاملة. والغرزة التالتة فيها بقفلها كاملة. واللي جنبها بغير اللون في الغرزة التالتة بتاعتها. قبل ما نقل على بتاعي. بسيب اللا زرق كده. واللا بيض. اهو. اشتغل باللا بيض واللا زرق. ووراء الشغل بتاعي. وعمل جديد. وكمل بقى السطر ده بنفس الطريقة. وخلي بالكم. دايما دايما اللون الفاتح او الغامق ايا كان بقى حسب اختياركم بدأتوا بايه. واحد فيهم في جنبه والتاني في الجنب التاني ما تخلطهمش مع بعض وتلاقوا بعد كده الدنيا عقدت هنا ومش سهل ان انتوا تشتغلوا. خليكوا دايما مرتبين. واحد منهم بعد ما تخلصوا منه بيرجع على اليمين والتاني بيفضل دايما في الشمال. يعني انا دايما هنا اهو. انا دلوقتي هبدل. يبقى اللابيض هبعده. هبدل باللا زرق. وهرجع تاني اشتغل باللا زرق. تمام? ببعد اللازرق. واجيب اللابيض هنا عشان اشتغل فوقي. وارجع تاني اشتغل باللون الازرق فوقي. بالطريقة دي. وكده هما في الخلفية الخطئين عمرهم ما يتلخبطوا في بعض ويعملوا لي باقي اه تشايبك ويرخموا علي في الشغل. حل? بس هنكمل السطر كله بنفس الطريقة. انا هنا خلاص قربت خلص السطر. بقي لي اخر واحدة باللون الغامق. التالتة اللي انا هبدل فيها اللون عشان اقفل بمنزلق. هبدل اللون الفاتح. ابتدي ادخل بقى في منزلق عشان ابتدي السطر اللي بعده. هبتدي ادخل في اول اه في تالت غرزة. ادي واحد اتنين تلاتة. في تالت غرزة هيخد منها فتلتين. وعمل منزلقة. هعمل منزلقة بالخيط اللي هو ايه الفاتح? واحط الغامق هنا. هعمل منزلقة بالخيط الفاتح. ممكن من دلوقتي امشي الخيط الغامق تحت. فهاخده معي المرة دي فوق المنزلقة. وبعدين في التانية هنزله تحت المنزلقة. في التالتة هرفعه فوق المنزلقة. يعني ممكن كمان من وانا بقفل السطر. اخده معي. بصوا كده اختفى اكتر. طيب. دلوقتي انا هبتدي اه سطر جديد. في السطر الجديد ده انا هدخل جوه الفراغ واخد منزلقة بالخيط الغامق. والفاتح هيفضل معي هشتغل هشتغل بالفاتح تحت الشغل. تمام? الفاتح هشتغل به تحت الشغل. هرتفع. هرتفع بتلت سلاسل واعتبرهم اول غرزة عمود بلفة. هبتدي اعمل كمان اتنين غرزة عمود بلفة في نفس المكان. عشان يبقوا مجموعة تلاتة. هعمل سلسلة واعمل كمان تلاتة غرزة عمود بلفة. ده السطر الاخير اللي هنعمله. والغرزة العمود بلفة الاخيرة. مش هقفلها. وبعد كده هسحب بالفاتح اقفل بها اخر غرزة عمود بلفة. بعد كده هعمل بالفاتح. تلاتة عمود بلفة. والتالتة مش هقفلها. وهقفلها بالغامق. وبعدين هاخد الفاتح معايا في الشغل. وابتدي اشتغل بسرق الغامق معايا. هو اللي هشتغل به والفاتح وراء الشغل. اخر واحدة في الغامق. هقفلها بالفاتح. والغامق تحت الشغل. اخر واحدة في الفاتح. هقفلها بالغامق. والفاتح تحت الشغل. هدخل بقى في الكورنر. هعملها برضو. بالغامق. واحد. اتنين. تلاتة سلسلة. واحد. اتنين. والتالتة مش هقفلها كلها. هسيب الغامق. وابتل. شايفين الضلع عبارة عن ايه? فيش حاجة متكررة. الغامق في الكورنر. بعد الغامق على طول فاتح. بعد ديه غامق. بعد ديه فاتح. بعد ديه غامق. تمام? يبقى دلوقتي دور الفاتح. والغامق هيمشي تحت الغرز. هعمل. تلاتة والتالتة مش هقفلها كلها. هبدلها مع الغامق. وارجع اخد الفاتح تحت الشغل. واعمل واحدة غامق. التالتة بتاعتها. مش هقفلها كلها. واقفلها بالفاتح. وارجع اعمل فاتح تاني. قبل الكورنر. والتالتة بتاعت الفاتح مش هقفلها. هقفلها بالغامق. وارجع بعد كده. امشي الفاتح تحت الشغل. واشتغل كورنر جديد باللون الغامق. ده كده الضلع التاني. الضلع التالت والرابع هيتعاملوا بنفس الطريقة. وهوريكم بقى هنقفلها ازاي. مش تتقفل كلها. تمام. هعمل الضلعين دول من نفس الطريقة. ونقفل مع بعض المربع ونشوف ازاي بيتشبك لو انا آآ عملة قطعة من من نفس شكل المربع ازاي اشبكهم في بعض في وقت الشغل في اثناء الشغل. خلاص وصلت لاخر السطر. وبدلت عشان اقفل بمنزلقة آآ في الغامق. وهاخد اول فتلة من او اول سوري آآ غرزة هدخل في اول غرزة من الثلاث غرز بتوع الارتفاع. وهعمل منزلقة. وانا هنا ما صحبتش الخيط معايا لانه ده خلاص اخر سطر. وكده كده هخفي الخيط بابرة التسبيت. بابرة التطريس. وكده هو المربع بتاعنا خلص بالطريقة دي. المربع لما بيبقى لما نقلب الشغل من وراء. طبعا احنا هنضف الخيوط الزيادة دي. بصوا الشغل من وراء زي نظيف وحلو. وانا مش شايفة الخيوط غير في اماكن ضيقة وقليلة خالص. الخيوط ما كان انا سحبها. لكن غير كده آآ المربع شكل ونظيف. طيب. انا لو انا عايزة اعمل آآ قطعة من الديزاين ده لما نيكون ثبتهم جمع بعض بيديني شكل حلو جدا. ازاي بقى ثبت المربع ده وقت الشغل. انا بحب دايما لما يكون في عندي آآ شغل في وحدات. بحب دايما آآ طريقة تركبلي الوحدات مع بعض في اثناء الشغل. عشان ما بحبش آآ ان انا اضيع وقتي في ان انا اركب الوحدات مع بعض بعد ما خلص كل الوحدات. طيب انا هنا عاملة آآ قطعة. اهي. بصوا انا عملت آآ نفس المربع. بس عشان انا عندي هنا اللون جونجا فهنا فاتح هنا غامق وهكذا. شايفين ازاي لما آآ آآ شبكه في بعض كونولي ما بينهم مربع تاني شكله حلو جدا. فهي بجد لما بتتشبك بيبقى شكلها جميل اول. طيب انا في الاول خالص ازاي اشتغل اول حاجة هنعمل اول مربع فيهم آآ واقفلوا ونظفوا وخلاص كده. بعد كده كل مربع جديد هضيفه هشوف هو هيتقابل مع المربع الاساسي في انه ضلع وابتدي اشبك. خلاص? انا هنا مسلا المربع اللي انا عملته معاكو ده انا هبتدي افك. افك منه ضلعين. عشان انا عايز ادخله هنا. فانا عشان ادخله هنا فانا هفك منه ضلعين فضين خالص عشان ابتدي ادخله هنا. انا هفك الشغل شوية وارجع وريكو هنشبك ازاي? بصوا انا تقريبا فكيت السطر كله. لان انا عايزة كورنر تمام? اثبتها هنا. وكورنر تانية هتبقى هنا. وكورنر هنا. خلاص? فخليني ابتدي اول حاجة احنا هنا كنا مغيرين عشان نعمل كورنر بالازرق. فهعمل الكورنر نص الكورنر مش عاملها كلها. يعني هعمل اول تلاتة عمدان من الكورنر. والسلسلة. خلاص? وبعدين بقى هعمل ايه? بعد كده هبتدي ادخل من تحت الجاهز. ده الجاهز بتاعي. هبتدي ادخل من تحت الجاهز في نفس المكان اللي انا عايزة اشبك فيه. انا هنا هدخل في فراغ السلسلة. انا هنا عاملة سلسلة. وهدخل هنا جوه فراغ السلسلة. واخد منزلقة. واطلع. هدخل بقى اعمل ايه? الجزء التاني من الكورنر. في الفراغ ده هعمل الجزء التاني من الكورنر. الجزء التاني من الكورنر كان عبارة عن ايه? كان عبارة عن برضو. تلات عمدان. بس اخر عمود كنت بابدله. فدي كده اول عمود. تاني عمود. تالت عمود. هبتدي ابدل اللون بتاعه. هو اللون الفاتح. هبتدي ابدل اللون الفاتح. طيب. انا خلصت الجزئية دي المفروض الغامق همشي بي. انا خلصت الجزئية دي. وقادي الجزئية اللي مقابلة لها. اللي هما التلاتة عمدان اللي هنا. هدخل جوه الفراغ ده في الشغل اللي خلص. انا المفروض دلوقتي بعد ما خلصت ده. هبتدي نقطه على الفراغ ده. طيب. انا قبل ما ادخل على الفراغ بتاعي واشتغله. هدخل في الفراغ اللي قبله على طول هنا. وادخل عمل منزلقة. وبعدين هشتغل بالفاتح. يبقى الغامق يمشي معي تحت الشغل. هبتدي اشتغل الفراغ ده. التلاتة الفاتح. وخلي بالكم. التالتة هبدل لونها. ادي اتنين. وقادي التالتة هبدل لونها. هسيب الفاتح واخد الغامق. وادخل وقفل. وبعدين المفروض دلوقتي دوري نشتغل هنا. بس قبل ما اشتغل هنا هدخل في الجاهز في الفراغ اللي انا المفروض اشتغل فيه هنا. هدخل اعمل ايه? هدخل اخد منزلقة. وانزل بقى على المربع بتاعي اللي بشتغل فيه. وما تنسوش الابيض انا هاخده معي تحت الشغل. واشتغل. اول عمود. تاني عمود. وتالت عمود مش هقفله كله. وارجع تاني. ابتدي اقفل باللون الفاتح. وبعد ما قفلت هعمل ايه? هبتدي ادخل في الفراغ اللي انا المفروض هدخله هنا. الفراغ اللي هو قدامه على طول. اهو. دخلت في الفراغ ده. وبعد كده. هبتدي. اعمل هنا. تلاتة عمدان. واحد. اتنين. تلاتة. والعمود التالت. بقفله بالغامق. وبعدين. بدخل في الفراغ اللي عليه الدور في القطعة الجهزة. ادخل من تحت الفوق بمنزلقة. وبعدين. ارجع تاني الفراغ اللي عليه الدور في القطعة بتاعتي. اعمل ايه? هعمل اول جزء من الكورنر. ما تنسوش الابيض يمشي تحت الشغل. هعمل اول جزء من الكورنر. ادي كده واحد. ادي كده اتنين. تلاتة. هكمله كله طبعا ده اول جزء بالكورنر. بعدين. هدخل. هعمل سلسلة. وادخل في الكورنر بتاع دي. واعمل منزلقة. هزبط الشغل كده. بعد كده ارجع ادخل في الكورنر بتاع دي. اللي انا بشبك فيه. انا بشبك في دي ودي. هدخل في الكورنر بتاعها وعمل منزلقة تانية. وبعدين. هرجع تاني للقطعة اللي بشتغل فيها وكمل الزاوية بتاعتها. ما تنسوش انا بشتغل تحت الابض. الابيض قصدي تحت الشغل. واده كده واحد. واده كده اتنين. والتالتة. هبدل لنا. هسيب الازرق. واقفل بالابيض او بالفاتح. والازرق يدخل معايا تحت الشغل. دلوقتي بعد ما خلصت. هدخل في الفراغ اللي اصادي على طول. هعمل فيه منزلقة. بعدين هدخل على الفراغ اللي على الدور في القطعة بتاعتي. واعمل فيه تلات عمدان اخر عمود فيهم اقفله باللون التاني. واحد. اتنين. تلاتة. هقفله باللون الغامق. وادخل في الفراغ اللي عليه الدور في القطعة الجهزة. اعمل منزلقة. بسم الله. وانزل على الفراغ اللي عليه الدور باللون الغامق في القطعة بتاعتي. واعمل فيه تلاتة عمود بلفة التالتة. بقفلها بالفاتح. وارجعتاني على القطعة. الجهزة. اعمل فيها منزلقة. وانزل تاني. والازرق او الغامق تحت الشغل. اعمل بالابيض او بالفاتح. برضو تلاتة والتالتة. بقفلها. باللون الغامق. وارجعتاني اعمل منزلقة. طبعا الابيض هيشتغل تحت هي. هنحطه تحت الشغل. وارجع هنا اعمل اول كورنر. واحد اتنين. تلاتة. ارجعتاني للزاوية بقى. هيديل عليها الدور سوري قبل الزاوية. بعمل السلسلة بتاعتي هنا. وادخل اعمل منزلقة. وارجعتاني بقى. خلاص. معضتش هشبك في حاجة تانية. مش هشبك في حاجة تانية. وهلف بقى اكمل الدور بتاعي. الابيض بتاعي تحت الشغل. الابيض بقى. الابيض بقى. اعمل monde. هل حسلم. خيط. وطبعا القطعة دي محتاجة تنظيف. هقطع الخيط كمان الفاتح بتاعها. وهنضفها بابرة التطريز. وطبعا لما تجوا تنضفوا بابرة التطريز. احنا كل لون بينزل في اللون اللي شبهه. تمام? عشان ما يبانش على وش الشغل. بس. دي طريقة المربع. وطريقة تشبيكه. والقطعة دي بقى رأيكم ممكن نعمل بها اي? انا عن نفسي. مختارة القطعة دي احعمل بها آآ كفر للمصحف بتاعي. تعالوا نشوف المقسات انا اخدتها ازاي? وهعمل ازاي المصحف? اقفل الكفر ازاي. ده المصحف بتاعي. طبعا انتو ممكن تعملوا بالقطعة دي اي حاجة. ممكن تعملوا كفية. ممكن تعملوا شال. ممكن تعملوا كفر لكاشن او ممكن تعملوا حتى آآ بطنية بيبي. وبصراحة هيبقى شكلها رائع. بالزيت انا عجبني اول فكرة اللون الجنجال لما بيبدل آآ درجاته بصراحة طحفة. المهم انا قررت ان اعمل كفر للمصحف بتاعي. هيس منضفتش القطعة. لكن وانا بشتغل المربعات حسيت ان هو جايب تقريبا آآ الطول والعرض بتاع آآ المصحف بتاعي بحيث ان هو هيلف بالطريقة دي اهو بالطريقة دي على المصحف. انا هزوده شوية هعمل له فريم حوالينه كله بغرزة الحشو. تمام? آآ ممكن عمله باللون الفاتح ولا الغامق. آآ آآ يعني ممكن عمله باللون الفاتح. مش مشكلة عمله باللون الفاتح. هعمل حوالينه كله بغرزة الحشو عشان اكبره شوية عشان ما يبقاش مشدود حوالين المصحف بتاعي. خلاص نهاريكو زي بس هنعمل الفريم. انا هدخل في اي فراغ في اي مكان انا عايزها. اي غرزة انا عايزها. وابتدي اشتغل بغرزة آآ آآ حشو استاني. انا هبتدي عملة غرزة تسبيت على الابرة. بدخل الابرة فاضية. مش عليه غير غري. بدخل فاضية. واخد خط واطلع. تمام? وبعدين بطلع من اتنين. دي اول غرزة حشو في القطعة بتاعتي كلها. هاخد الخيط معي بقى وانا مش لش نقل شوية من التنظيف. وقدم كل غرزة او فوق كل راس غرزة هتقابلني. هحط غرزة حشو. بس كده اي مبس كده. خلي بالكم. في الكورنر هتلاقوا في غرز منزلقة. هتبقى شوية معندها دخول الخيط. لكن لازم الخيط يدخل في غرز الكورنر عشان نعمل فوقيها آآ غرز حشو. طيب الجزء ده بقى. الجزء ده اللي هو ما بين الاتنين اللي هما آآ موجودين هنا. فممكن نعمل ايه? ممكن نعمل لكل فراغ هنا غرزة حشو. شايفين ازاي? تمام? اهو. ساعات لما بحب ألم الشغل ما محبوش انه هو مسلا يوسع او يزيد قوي. ساعات بعمل ايه? بعمل هنا تناقص. يعني اعمل ايه? كده في الجزء اللي هو الرابط المربعين ببعض. ساعات بعمل تناقص. بتعمل كده كده واسحابهم مع بعض. ساعات بيبقى شكلها حلوة بتضبط الشغل. ساعات بقى في الجزء ده لانه طبعا بيكون نازل شوية عن الاجزاء التانية. بعمل في الجزء ده عندونا عن الاجزاء التانية مثلا ايه? نص عمود. ليه? عشان يعوض فرق الطول. لان انتو هنا هو انا دخلة اه اه جوة الفراغ. لكن هنا انا واخدى راس الغرزة. فعشان عوض فرق الطول ساعات بعمل هنا نص عمود. بصوا اعملوا اه يعني اه بادعوا بطريقتكم وعملوا اللي انتو عايزينه. تمام? وبعد كده بكمل كل غرزة في هنا غرزة انا كده ايه? غطتها كل غرزة هتقابلني بعمل غرزة حشو. وعايزيني ما بين المربعات تعملوا غرزة حشو في كل فراغ او تعملوا آآ غرزة نص عمود. دي حاجة ترجع لكم. انا بس هوصلكم للكورنر. هي شوف نعمل ايه في الكورنر. ونرجع. عملت اخر غرزة حشو. قبل الكورنر على طول. وهو عمل الكورنر هنا معاملة الفراغ اللي ما بين المربعين. هنقول لكم فراغ اللي ما بين المربعين. عايزيني نملى حشو هنملى yaşوة. عايزين نحط فيه غرزة آآ نص عمود نحط غرزة نص عمود فانا هتعمل معاه على انه آآ هدخل جوه فهعمل نص عمود فهعمل ايه هعمل اتنين نص عمود واحد اتنين سلسلة اتنين نص عمود في نفس فراغ الزاوية تمام وبعد كده هرجع تاني اكمل غرزة حشو فوق كل غرزة هتقابل تمام وده هيكون شكل الفريم في الاخر انا هكمل كله آآ وهشوف اذا كان كده الضبط على المصحف بتاعي ولا لا انا كنت حاسة ان هو محتاج شوية آآ يزيد عشان انا لسه هخيط آآ في المصحف ايه آآ لسه هخيط آآ البتاع اللي هيدخل فيه جلدة المصحف هنخيط هنا وماشى عشان جلدة المصحف عايز عمل لها سبيس زيادة فممكن لو حسيت انه ده كفاية هكتفي بدا لو حسيت انه هو لسه صغير شوية ممكن ازود سطر كمان آآ بغرزة الحشو تمام انتو طبعا على حسب آآ آآ انتو المقاس اللي انتو عايزينه آآ ظبطوا الشغل بتاعكم فانا اخلص آآ الفريم اللي انا عايز اعمله للقطع بتاعتي وهنضف طبعا القطع دي واقول لكم ازاي بقى نعمل آآ آآ انا اقفله وازاي نركب عليه طبعا القماش نيجي بقى على جزء القماش انا اكتفيت بصطر واحد بس الجزء بقى القماش ده انا آآ آآ قطعته وقصيته برا الكاميرا بصوا انا اخدت المقاس ازاي انا عايزة الجلدة بتاعتها المصحف تدخل في البوك القماش ده لغاية مثلا ما يوصل لغاية هنا تمام فالجزء ده في القماش هتنين مرتين الجزء اللي هنا اللي هيبقى هنا هو كده هيبقى متني تانيتين والتانيتين دول بيكونوا حوالي اثنين سانتي بنزود في القماشة اثنين سانتي يبقى في الجهة دي اهو انا بحط المصحف كده على القماشة خلاص فانا عايزة ااخد بجيب القلم ده القلم ده ده ماركر بيتشال بالغسيل او اي قلم ان شاء الله قلم رصاص ترمى على ضهر القماشة خلاص بعمل ايه بسيب بحط كده على القماشة القماشة طبعا كلها مفروضة بسيب حوالي واحد سانتي من فوق واحد سانتي من تحت تمام والجزء اللي انا عايزة اتنين اتنين دول محتجاله اتنين اتنين سانتي فكمان الجزء ده محتجاله كمان سانتي تمام فبسيب حوالي تلاتة سانتي او اربعة سانتي من الترف ده تمام وده بيكون القطعة كلها طيب الجزء بقى اللي هيكون جوه هنا هيتني تانيتين طبعا بالمكوى انا تانيت اول تانية وبعد كده رجعت تانيت تانيتين عشان هقفل الجزء ده كده والاجزاء التانية بيتتني تانية واحدة بس مش تانيتين تمام ده ممكن الجزء ده اقلل طوله هو كان مقصوص بطريقة مش نظيفة خالص بس عشان تمام اه اه الجزء ده بقى كمان تانيته تانية واحدة بي اه 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 المكوى عشان اسهل بس الخياطة وجزء ده كمان تانية بتانية واحدة المكوى وجزء ده تانية واحدة في المكوى دلوقتي بقى هعمل ايه هاخد القطعة دي بتحت المكنة بتاعتي هبتدي امشي على كل الاطراف دي عشان هسبت كل الاجزاء دي ودي هتكون كده بالضبط هيدخل جواه المصحف تمام طيب ازاي بقى بعد ما بعد ما اقفل كل الكلام ده هنشوف هنعمل ايه ونثبتها ازاي في القطعة آآ آآ المكرمي القطعة الكروشي طبعا الكلام ده انا بقرارات اتنين القطعتين دول بالضبط زي بعض نفس المقاس تمام وبرضو الحتة دي اشيلها الزيادة يعني وانا بقص بقص بايه بكرم زيادة عن اللزوم بحب دايما لما قص بزيادة وبعد كده ايه اختار المقاسات وقتني الزيادة بتاعتي بس عشان برضي بقى شكلها كوي انا هشيل الزيادة دي هو كفاية السانتي ده بس تمام هاخدهم بقى على المكنة وعملهم ونشوف نثبتهم ازاي على الخيط الجزء اللي انا كنت تانية اتنين اهو ده هيكون اه نحية المصحف مش ناحية الطرف ناحية المصحف هنا تمام انا عندي القطعة بتاعتي ده وشها وده ضهرها فانا هشتغل على الظهر وهحط قطعة القماش ده ضهرها ده وشها هحط ضهر في ضهر وجزء ده متني اتنين حلو? وابتدي اثبت حوالين الاطراف كويس جدا بدبابيس عشان ابتدي اخيط حوالين الاطراف كويس قوي اهي ولو حسيت ان القماشة ممكن تكون اصغر شوية من القطعة الكروشي مطوا القطعة الكروشي على قد ما تقدروا عشان اه تديكو سبيس تمام في الاول انا هخيط بايدي يعني بابروفات العاديين اه هخيط بايدي حوالين القطعة كلها تمام? وبعدين هبتدي ان انا اه اه لو قدرتوا ان انتوا تتزمشوا عليها بالمكانة اه امشوا عليها بس انا هخيط بايدي بعدين هجرب ودخل المصحف عشان اتأكد ان انا مزبطاها كويس جدا وانه الطرف اللي انا مشي عليه هو بس اللي همشي فيه اه اه بيه على المكانة الكلام ده هعمله للطرف الاولاني لو الضبط هبتدي اركب الطرف التاني مكانه وهبتدي اكون خلصت كده الجرب بتاعي هعمل دو ويرهولكم بسوا انا خيطها خيطها على ايزي شايفين عملت يعني بس غرز مش مش سوا شايفة كأنها مقط تمام وخيط قطعة كلها وسبتها كويس سبتها من الطرف ده كويس سبتها من الطرف ده كويس وسبتها من الطرف ده كويس وما خليهاش اعلى من الكروشية يعني بس انا حطاها كده انا معرفش انه فيه وماشة تحتها ما خليهاش اعلى من الكروشية وعلى الاطراف خالص عشان انا اخذها مقسها بالزبط تمام اه دلوقتي لو انتم بقا قادرين اه طبعا دلوقتي هخ compartها لها الاول اختبرها الاول وتأكد انها كويسة وان المصحف بيدخل فيها بسهولة اهو المصحف الحمد لله دخل فيها بسهولة جدا شايفين ازاي اهو ناقص بقى ان انا اعمل القطعة التانية شايفين ازاي اطرافه عامل ازاي شكله عامل ازاي مرتب اوي خلاص طيب انا لسه هعمل بقى الطرف التاني كمان هسبته بايدي الاول طيب اه لو انتوا بقى حابين بالمكانة تمشوا خط مستقيم على الغرز النقط اللي انتوا عاملين هدي امشوا بالمكانة هيثبتها ويخليها احسن بكثير ازا مش قادرين او مش عندكم مكانة برضو ده كفاية وممكن ترجعوا وتعملوا عليهم تاني اه عشان يبقى تثبتهم يبقى كويس بس يخلوا شغلكم نظيف واخلص بقى انا الجزء ده برضو هثبتوا بنفس الطريقة هثبتوا بايدي الاول تمام وزي ما قلتلكم لو القطعة القماش اه ما تبنش عشان ما تبنش بتشدوا وانتوا بتشعلوا شدوا الكروشي كده الكروشي يبقى مجدود والقماش يبقى متغطي بطرف الكروشي عشان ما يبنشوا القماش من برا اه المصحف هركب القطعة التانية ووركوا شكل مصحف ايه المصحف البيجر هذا كان الكفر القديم للمصحف وللأسف كان مليان أخطاء وكان في بداياتي استخدمت اختيار خيط كان خطأ خالص كان اختيار خيط اكريليك اللي هو خيط الصوف طبعا مع الاستعمال بصوء المنظر بقى أعمل إزاي بقى الكفر كله موبر بالطريقة دي مهما تخسلي فيه برضو حس انه أزيم أو مستهلك وكنت لسا مش بعرف أقفل كويس الغرز أو أخفيها بصوا بداية الغرز ازاي ظهرت بعد الغسيل في الشول ده غير ان الجزء ده لما عملته بالخيط الدال يعني يخلى الجلدة بتاعت المصحف تفضل كأنها مفتوحة كده وكأنها مصحف ما تخين طبعا الزوايا والحاجات دي ما كنتش بعرف أزبطها كويس لكن في المجمل هيكت بداية وممكن تتعلموا على الخيوط اللي زي دي قبل ما تجيبوا خيوط تانية تعالوا بقى في الآخر كده بقى ندخل الكوفر مع بعض في المصحف ندخل المصحف انتوا بعد كده بعد ما مشيتوا بقى بالمكنة الخياطة الأزيمة دي بتدوا بقى يتسلوا عليها وشلوها خلاص مش هيبقى لها لازمة بتدي ان انا أدخله الخياطة لما بتتكوا بالمكنة في الآخر خالص بتدي يعني متانة للشغل حلوة جدا انه مهما فكيتوا عشان تخسلوا مش هيبوز منكم ان شاء الله الكوفر وبكده يكون خلص الكوفر بتاعنا وكمان الفيديو بتاعنا خلص اتمنى تكون شرح الوحدة كان سهل واتمنى ان انتوا تبدعوا في استخدامها وان شاء الله باذن الله انتظروني في فيديوهات تانية كتير ما سريم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة